في بيان ادعى فيه فرض الحماية من القناصة على المحتجين السلميين والإقصاء من المشهد على من صنفهم بالمخربين نصب زعيم التيار الصدري مقتضى الصدر نفسه راعياً لتظاهرات قبل البيان بساعات كان هاشتاغ مقتضى يسرق الثورة الأوسع انتشاراً في العراق وقبل حديث الرعاية وهاشتاغ السرقة كان رجال الصدر يبطشون بالمتظاهرين الرافضين لتوجهاته بإخلاء الساحات ووقف مظاهر الاحتجاج والقبول بمرشح الأحزاب الجديد محمد علاوي لرئاسة الحكومة يتساءل هؤلاء لماذا تخلى راعي التظاهرات عنها الآن تم الاحتداء علينا مباشر باعوا بعينكم جماعة التيار الصدري باعوا السوابين وبعد عدنا الثين ما طلعوا بالتصوير هاي على شين وليش قلناهم اللي تحرقوا الصور الشهداء الصدر دعم أصوات المحتجين الرافضة لترشيح محمد شيع السودان وكذلك أسعد العيدان وعبدالغني الأسد وقصي السهيل لماذا تغير الحال مع ترشيح محمد توفيق علاوي يقول قيادي في التيار الصدري إن الصدر تعرض لضغوطات كبيرة من قبل إيران بعد مقتل قاسم سليمان بشأن طبيعة التعاطي مع الاحتجاجات العراقية وضرورة تهديئتها أو السيطرة عليها مع حسم ملف اختيار رئيس الوزراء خاصة أن الصدر مقيم حاليا في إيران وقريب من دوائر صنع القرار هناك وما زالت الزيارات مستمرة إلى محل إقامته من قبل أطراف إيرانية تقول إنها تساند العراق في الأزمة الراهنة مراقبون عراقيون كثر يرون أن مقتض الصدر لعب بورقة الشارع لتحقيق مكاسب سياسية في نظري هؤلاء فإن الصدر أراد ركوب موجة الاحتجاجات والنجاة منها خاصة وأن الاحتجاجات لم تستهدف عادل عبد المهدي وحكومته فقط بل الطبقة الحاكمة بجميع أحزابها وتحالف سائرون الذي يقوده الصدر شريك أساسي فيها والنتيجة كما يقول باحث عراقيون اليوم أصبح زعيم الطيار الصدري مقتض الصدر رجل إيران الأول في العراق